الأحداث السياسية والميدانية المتسارعة في العراق فرضت على الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية توضيح الموقف منها التشهد العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات متواصلة ضد الطبقة السياسية الحاكمة والفساد المستشري في أوساطها الاحتجاجات التي قادتها ميليشيات الحجر الشعبي أمام السفارة الأمريكية في بغداد فرضت على واشنطن التفريق بينها وبين الاحتجاجات السلمية للشعب العراقي ليأتي ترامب ويقول للعراقيين إن هذه فرصتكم للتخلص من إيران وزارة الخارجية الأمريكية أكدت من جهتها أنه لا ينبغي الخلط بين احتجاجات الشارع العراقي وما حدث أمام السفارة في المقابل ترى طهران أن احتجاجات ميليشياتها في العراق هي الحراك الحقيقي للشارع العراقي مستمرة بخلط الأوراق لتحافظ على مكاسبها في الجار الغربي المحتجون في بغداد كان لهم رأي آخر انفوا علاقتهم بما تفعله أحزاب السلطة وأنصارها من الميليشيات أمام السفارة الأمريكية فيما رأى مصدر مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن تظاهرات السفارة الأمريكية هدفها إنهاء تظاهرات الشعب العراقي وما يؤشر على محاولات الأحزاب الموالية لإيران استخدام تظاهرات أنصار ميليشيات الحشد ضد احتجاجات الشارع قيامها بنصب خيام اعتصام لمواليها في شارع أبو النواس ومناطق قريبة من حراك الشارع العراقي الأساسي ماهر بن أبواني الحدف